رصاص ونيران، حرائق ودمار، ودخان يغطي المدن السودانية، مظاهر تترك تأثيراتها على الأصحاء، فماذا يكون الحال بالنسبة للمرضى؟ الأوضاع بقطاع الصحة في السودان كانت على حافة الانهيار، فيما أدت الأزمة الراهنة إلى تداعي المنظومة الصحية في البلاد. مستشفيات خاوية على عروشها، بعد أن عطلت فيها كل المقاومات، لا أدوية، لا أطباء، حتى أبسط مظاهر النظافة غير موجودة، حيث لا موظفون. هذا الوضع رصدته الأمم المتحدة في إعلانها أن أكثر من ستين مشفى توقف عن العمل في مناطق القتال، فيما تبقى عشرات أخرى مهددة بالإغلاق، بسبب انقطاع الطيار الكهربائي والمياه ونقص الأطقم الطبية. المرضى السودانيون لا بواكية لهم، تركوا فريسة للموت بعد أن فقدوا الأمل في طبيب يعالج أو دواء يخفف. جثث الموتى لم تحفظ حرمتها، لم تدفن، فصارت حبيسة المشارح ما حول البلاد إلى ما يشبه المأتم الكبير بلا معزين.